وقبل ذلك استعرض محافظة المثنى مهندة الاعتابي وضع المحافظة والحراك الشعبي الأخير الذي قاده قائد لواء أنصار المرجعية سيد حميد اليسري وأكد الاعتابي أن الحكومة المحلية أعطت دورا للرقبة الشعبية ومكنتها من التكلم بمطلق الحرية بعد حراك اليسري لفتا إلى أن استقدام المعاونين الإداري والفني من قبل النزاهة لا يعني إدانتهما وأشر إلى أنه في المثنى علاقة المحافظ بمجلس المحافظة تكاد تكون مثالية إذ أن العلاقة تكاملية وكلا يمسك حدود عمله والأدوار هي متبادلة في قضية المطالب وأضاف أن التوجيهات واضحة بخدمة المواطنين على مدار الساعة مبينا في ذات الوقت أن رضا المواطن على الحكومة المحلية يبعو سيناريو انطلاق تظاهرات دعا إليها اليسري ترجمة نانسي قنقر